البلد الغارق بأزماته يصبح مركزاً للتجاذبات الدولية ومحطة أخرى لتصفية الحسابات بين اللاعبين الدوليين فانزويلا شارع يغلي بالاحتجاجات ومحاولات انقلابية وانقسام سياسي ومن الخارج اصطفاف دولي حراكات على الأرض متضادة بين فريق الحكومة والمعارضة كل منهما يحث أنصاره على الخروج إلى الشارع لإثبات شرعيته آخر تطوراتها محاولة انقلاب باءت بالفشل حيث أعلن الرئيس نيكولاس مادورو إفشال محاولة انقلابية نفذتها مجموعة صغيرة من العسكر المؤيدين لخصمه زعيم المعارضة خوان جوايدو متوعداً المتورطين في هذه المحاولة الانقلابية بملحقات جزائية أصابع الاتهام وجهة إلى أمريكا وهو ما لا تخفيه صراحة إذ هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتدخل عسكرياً ضد مادورو معتبراً أنه لا مجال لبقائه ودعا وزير الدفاع إلى الإطاحة بمادورو مقابل رفع العقوبات عن فنزويلا من وراء واشنطن معظم العواصم الغربية التي ترى في زعيم المعارضة جوايدو شخصية قادرة على نقل فنزويلا إلى معسكرها وتخليصها من المعسكر المضاد ذلك المعسكر الذي تمثله روسيا التي ألقت كامل ثقلها على دعم مادورو وأحبطت محاولات الإطاحة به وهو ما اعترفت به واشنطن حين أكدت أنه لو لا التدخل الروسي لكان مادورو الآن لاجئاً في كوبا إلى جانب روسيا تقف كل من الصين وتركيا وكوبا وترى هذه الدول أن الحراكة القائمة ضد مادورو تستغله الدول الغربية لإعادة فنزويلا إلى الحكم الاستعماري قضية فنزويلا تعدت رغبات الشارع وطموحاته وأصبحت أوكرانيا ثانية تتزاحم فيها مصالح الأطراف الخارجية